قال الإمام أحمد بن حبل التسوية بين الأولاد واجبة يثاب عليها فاعلها ويعاقب تاركها يعني إذا أب بيعطي ولد ما بيعطي الآخرين يعاقب يوم القيامة وقال جمهور العلماء التسوية سنة وأجاز جميع الفقهاء التفاضل لسبب شرعي أنا ممكن أعطي ولد أكتر بس في عندي إذن شرعي سبب شرعي قال كأن يكون هذا الولد مريضا مرضا مزمنا أو ضعيفا فأنا أعطيته ليتقوى بهذا المال لأنه ضعيف بينما إخوته أقوياء وقال جمهور العلماء تعطى البنت مثل ما يعطى الذكر ما دام الإنسان في حياته إذا أنا عايش عندي صبيان بنات بعطي أد بعض لقول النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية وكلمة أولاد تشمل الذكور والإناث فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء أخرجه البيهقي هذا عند جمهور العلماء فيما رأى الحنابلة والمالكية أنه يجوز في الحياة أن تعطي ولدك الذكر ضعف ما تعطي الأنثى قياسا على الميراث فالآن هناك اتجاهان فقيان وأنا حي اتجاه أنني أعطي الجميع بالتساوي واتجاه ثاني أنني أعطي الذكر الضعف فالأب ينظر إذا كان أولاده الذكور ضعاف والبنات عند أزواجهن أمرهم جيد فليأخذ بالقول الذي يعطي فيه الذكر ضعف الأنثى وهو حي أما إذا كانت البنات في وضع ضعيف والشباب في وضع جيد فليأخذ بالقول الذي يقول بأنه ينبغي أن تعطي الذكر والأنثى بالتساوي أما أن يعطي أب ماله في حياته للذكور ويحرم الإناثة بحجة أن أموال الذكر تبقى في اسم العائلة أما أموال الأنثى فستذهب لزوجها لعائلة أخرى فهذا من الظلم المحرم أما أن يعطي أب أمواله لأبناء زوجته الأولى ولا يعطي شيئا لأبناء زوجته الثانية فهذا من الظلم المحرم أما أن تكتب أم ممتلكاتها لابنها الأكبر وتحرم سائر الأولاد فهذا من الظلم المحرم ما عدل بين الأولاد من جعل معمله من بعده لولده الأكبر ولم يعطي سائر ولده كما أعطى الكبير بدك المعمل يبقى للكبير معليش بس عطي الآخرين مثل هذا المعمل وما ساوت في العطية من وهبت أبناءها الذكور دوراً ووهبت الإناث قشوراً تعطي البنت إسوارة بس تعطي الإبن بيت البيت حقه ميتين مليون والإسوارة حقه مليون مليونين ثلاثة ظلم وما راع براءة الذمة من فضل إبناً على إبن من دون مبرر شرعي ولئن كان أحدنا فعل ذلك فليبادر ببراءة ذمته بالتسوية في العطية نصيحة إذا في واحد بناتنا عامل هيك لأن هذا من الظلم المحرم والظلم المحرم الظلم ظلماته يوم القيامة إذا واحد عمل هيك فليبادر وليعطي الآخرين مثل ما أعطى الأول قال الإمام النووي قال أصحابنا أي الشافعية يستحب أن يهب الباقين مثل الأول فإن لم يفعل واستحب رد الأول أي من أعطى أحد أبنائه ولم يعطي الباقين يستحب أن يعطي الباقين كما أعطاه فإن لم يفعل فليسترد عطيته من الأول يعني ممكن واحد يقول أنا ما معي خلصوا إذن استرد العطية ممن أعطيته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر